أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله اعلموا أن المجازات والحساب يوم القيامة إنما هي على أعمالنا إن كانت صالحة إن كانت خيرا فخير وإن كانت شرا فشر وإن كلا لما ليوفي أنهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد يوم يصدر النوم إذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه عباد الله إن هذا شهر فضيل فأكثروا فيه من الحسنات فأكثروا فيه من الحسنات وحافظوا عليها وداوموا عليها واجتنبوا السيئات وامحوا آثارها بالحسنات وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين أخرج الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن عباد الله اعلموا أنه كما كان الحسنات يذهبن السيئات كذلك السيئات يذهبن كثيرا من الحسنات أو يضعفنها فأكثروا من الحسنات وتجنبوا السيئات حتى لا يمحى بها كثير من حسناتكم فإن الإنسان مهما كان فإنه لا يستطيع أن يأتي بالحسنات كلها وليس بإمكانه أن يتجنب السيئات كلها لكن الله سبحانه وتعالى بلطفه ورحمته وكرمه فإن حسناته تذهب من سيئاته وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له إني قد أصبت قبله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية وأقم الصلاة طرفين نهار الآية فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشهدت معنى الصلاة قال نعم فتلا عليه هذه الآية فقال الرجل علي آلي هذه خاصة أم للناس عامة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل للناس عامة كذلك فئل السيئات قد يذهب بكثير من الحسنات والحجة في ذلك ما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتدرون من المفلس أتدرون من المفلس قالوا يا رسول الله الذي ليس له المفلس من لا دينار له ولا درهم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وذكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيأخذ لهذا من حسناته وهذا ويعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته ولم يقدم عليه أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيءوا الله وأطيءوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم لا تبطلوا أعمالكم قال قتادة رحمه الله من استطاع منكم ألا يبطل عملا صالحا عمله بعمل سيء فليفأل لا قوة إلا بالله فإن الخير ينسخ الشر وإن الشر ينسخ الخير وإن ملاك الأعمال خواتيمها فاتقوا الله عباد الله وراقبوا الله سبحانه وتعالى في السر والعلن واعلموا أن يوم القيامة إنما تجزون بأعمالكم فمن غلبت حسناته كان من أهل الجنة ومن أهل النعيم ومن غلبت سيئاته كان من أهل النار والعياذ بالله وأعلموا عباد الله أن الذنوب التي تذهب بالأعمال الصالحات على قسمين منها ما يتعلق بحق الله بحق الله وحقوق عباده ومنها ما ذكرنا في هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإن فيها حق الله فإن فيها حق الله سبحانه وتعالى فإنه قد حرم الظلم يا عبادي إني حرمت الظلم إني حرمت على نفسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فالله سبحانه وتعالى حرم الظلم فمن أقدم على الظلم فقد حتك حدود الله سبحانه وتعالى ثم تعلق به حقوق العباد فيستوفى فيستوفى منها من أعماله الصالحات وكذلك من الذنوب ما هي من الذنوب ما هي محض حق الله سبحانه وتعالى منها الكبائر ومنها الصغائر منها الموبقات التي توبق صاحبها وتوبق أعماله والمحقرات من الذنوب إذا أكثر منها العبد فإنها تحيط به يوم القيامة قال الله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فعصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أخرج الإمام البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن هذه آية ضربت مثلا لرجل غني يعمل من الصالحات ثم بعث الله إليه الشيطان فعمل بالسيئات فأغرقت أعماله فاتقوا الله يا عباد الله واتقوا الله يا عباد الله وأكثروا من الحسنات لا سيما في هذا الشهر الفضيل فالحسنات بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى عضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الأمر الضفور المسلمين يبوه دقودية الإكراري سنتبتغة الله سيلا دأمين ستبتغة النبي الرحمة النبي مموحى والمسلمين مساني جيو والله سبحانه وتعالى يَنَا مَنَا سَاكَيَّا نِيلاً غُب آكCare أنه يَنَا مَنَا هِسَابِ أنه يَنَا مع美元 يَاسفل عندما يقولون سبحانه وتعالى أولاً لا نمتانيزا سفتوداً كبربوراً سدباندباً دن أنونا مسوء أيوكاً سوء وانده أيكا تديني دقائر زرا ناكا كيوان أبو نا الخيري توزيغسا كمقوانسا وانده أي أيكين شري غرب ودن قائر زرا توشيما زيغسا كمقوانسا على نر وبانجي سبحانه وتعالى يَنَا چِكَ مَنَا أَيُّكَ مُنِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْسِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِيكُمْ إِيَاهَا أَيُّكَمْ كُنِي نَكِ إِدِدْ دِجِيمُكُ أَنَا لَيْوَرْ كُمَذَنْ چِكَ وَنْدَيْسَ مُؤَكَسَنْهَكَا توكَدَيْزَرْجُكُوَاسِكَنْسَ مُنَا چِكِمْ وَنَّمْ وَتَ مِأَلْ فَرْمَةِ وَتَنْدَا اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى يَكِ بُنُقُوفُ فِرْرَّهَمَ السَّ يَكِي كَرْبَرْ أَيُّكَ مَا يَنْسَ يَنُبْنْسُ يَوَيْتَ أَيُّكَ الْخَيْرِ يَوَيْتَ كَيَوَا وَنَأَيُّكَ أَتْكِمْ وَنَّمْ وَتَ مُقُمَدِّي مَنْجُوَطًا نَنْ أَيُّكَ هَرْبَا يَنْوَنَوْنَا مُغُجِمُونَا نَنْ أَيُّكَ يَوْسَنِيْتِ يَوَا كَيَوَا وَنْأَيُّكَ سُنَى شَافِيء يَعَدْ ذلك ذكرى لذلك وكأسنا تفير دمونانا وننتنا ترواجد وعزيغ وننتسكي ماسو تنا وماسو وعزان توا هكا نياتب باتتكين جامع الترمذي حديثن أبو ذر دمعاذ بن جبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ايكي ككياي اللا ككياي دوكو سأدف اندككي سننن كبيبي ممونان ايكي دكا كواسي ونن ككوا يوغي ممونر سننن كما كيوا متاني ككاور مؤاملا وخالق الناس بخلوق الحسن كي مؤاملا دمتاني دكا كاور ربيع دكا كاور هالي ومساني كمريان دا كاور وان ايكا سكي تفير دمونانا وحاكا نمونان ايكا سوما سكان تفير ديوة سننن كمتاني دا سكان تفير دلين ممونه اللّه سبحانه وطالا يلاچو ياكو واندسكي ايماني بي الله بي منزنسا كدا كباتا ايكا كدا كباتا لا أردككي وانده منزنسا دمونانا ايكا قطع ده ابن الاسددوو وانددكي يكي اشتركوا في القناة 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 مثاليني دا الله سبحانه وتعالى يباير نمو تمن دا الله يودا تشي يصيح ينا أيكي وليه داقة قنشيشي دا يزو مسا يمسا وسواسي يشيغمونا نن أيوك سكالالا تأيكي دا يكاقبات تو حكا ننجو بررمونا نن أيوكا تكيبون كوا ون أيوكا قبات مريبا جوانا لوكا ميا أيوكا نقلي مياويتا الدوا دا كاونا مدئيا يمدى مالا مم ما سليد ودن دسققوما أغا الله مرويكا الله سبحانه وتعالى يغفر تامسو الله سبحانه وتعالى يكرقى وَاقْأَيُّكَنْسُ يَيَافِي مُسُّ قُرَا قُرَانْسُ دَلَيْفُقُقَنْسُ مِيوَا كَاونا مُدَيَا يَمُدَمَا تَمُوا مُسَمَّنْ أَجَكِنْ إِلُمْ وَنَّا لُوكُتَا مَاسُوَ الْبَرْكَةَ مِيوَا وَيْتَهِ مُسَأَ الدُّعَةَ مِيوَا كَسَرْمُوا الدُّعَةَ شُوَا غَبَنِّي دَسُكَسَامُ مَدَافَ مُلْكِي مِي مُسَأَ الدُّعَةَ اللَّهَ سُبَانُهُ وَتَعَلَى يُرُقُودَ هَنُنْسُ اللَّهَا يَحَدَا سُدَمَشَا وَرْتَابُ وَكَنْ أَيْكِ نَجَلِي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معسيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأمصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصلت علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم سلي على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين